بغداد تعلن السيطرة على مناطق واسعة في كاركوك واربيل تنفي مقتل زعيم تنظيم داعش في الفلبين احد اخطر المطلوبين بالعالم اول مصارعة عربية تنضم لمؤسسة المصارع الحرة العالمية ترفيهية اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم تصاعد التوتر بين بغداد واربيل بعد اجتماع القيادات الكردية في سليمانية الاحد واعلنت القوات العراقية رسميا اليوم سيطرتها على منشآت نفطية وامنية وطرق كربا كاركوك في المقابل نفى مسؤول امني في حكومة كردستان العراق تمكن القوات العراقية من الاقتراب من المدينة او السيطرة على اراضي من قوات البشمارك الكردية واردف قائلا لرويترز ان حقول النفط والقاعدة الجوية الواقعة غرب كاركوك ما زالت تحت سيطرة الاكراد لكنه اشار الى ان اخطر اشتباك وقع جنوب كاركوك عندما تبادلت قوات البشمارك والحش الشعبي القصف المدفعي من جهتها طالبت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون في بيان لها القوات العراقية والكردية على تجنب القيام باعمال تصعيد عسكري واشار البنتاجون في بيان له ان هذه الاعمال تزعزع الاستقرار وتشتت الانتباه عن محاربة تنظيم داعش الارهابي وقال البنتاجون ان الولايات المتحدة ما زالت تدعم العراق الموحد وترى ان الحوار هو افضل خيار لنزع فتيل التوترات مظاهر الحياة في مدينة الموصل العراقية بدأت تعود تدريجيا الى طبيعتها فبعد سنوات من التضييق الذي مرسه داعش على الاهالي عاد الشباب الى ارتياد المقاهي ومشاهدة مباريات كرة القدم عبر شاشات التلفاز بعد ان كان التنظيم يمنعها عنهم تفاصيل اوفا في سياق تقرير مرسلنا وسام يوسف قبل اشهر عدة فقط هذا التجمع حول شاشة التلفاز كان جريمة تؤدي الى العقاب لم يكن مسموحا لاهالي الموصل مشاهدة مباريات كرة القدم لان ذلك يعد منافيا لافكار ومعتقدات داعش بصراحة كنا في ظل داعش الاهواج خديم بولد تتري نحن محرومون من الرياضة ومحرومون حتى المشاهدين اللي يشاهدون الرياضة محرومين فهذا الحمد لله نحمد الله ومشكروا وشكرا جزيلا للجيش العراقي والقوات الامنية التي حررت نينوة من الطغاة فهذا احنا بصراحة نجي رواد المقاهي ويتابعون وتجيع كرة القدم وان شاء الله احنا مصهورين في كرة القدم ومصهورين في القتال ومصهورين في كل شيء كثير من المتابعي الرياضة ومشجعي الاندية عانوا ابان احتلال التنظيم مدينة الموصل ومعظمهم انتهى به الحال خلف قطبان السجون بسبب تهمة مشاهدة المباريات عبر التلفاز ما يخلوه ما يخلوه نهائيا يعني ما نقدر الشغلات كلها ممنوعة اللي كان يعني من جو فاتوا كلها منعوها التلفزيون ممنوعة الديش ممنوعة نحن نتابع الرياضة ونتابع الموصلية الشيون او نتابع الشرقية نتخلي الصحة ما لديش من يجوا ما قلنا نفتح ستفتيش نشير ونفلش الصحة ونفلش ايه نشير ونفعله ونحن نتابع الرياضة بدأ رواد المقاهي في مدينة الموصل يتنفسون الصعداء بعد تحرير المدينة كل شيء عاد الى طبيعته وهنا عاد مشجع الرياضة الى متابعة مباريات المنتخب العراقي الذي يشارك هذه الايام في نهائي كأس العالم للناشئين الكرة القدم طبعاً توجهت العالم المقاهي والشيخانات شاهد اللعبة بظل داعش ماكسنا نقدر نشاهد اللعبة في الشيخانات والمقاهي كان علينا حصار شديد بعد ما حررتنا قواتنا مني الحمد لله والشغل رجعت هاي الطبيعة ورجعت العادات التقاريد نرجع روح للشيخانات وشاهد اللعبة ونقاب للشيخانات ابو قداعش ماكسنا كان مسابق المستهل علاياً حصار علينا حصار ضيي حتى بالبيت عندما احتل داعش الموصل جلب معه أفكاره المتطرفة فأبسط الأمور أصبحت تدخل ضمن نطاق المحرمات إلا أن أهالي المدينة عادوا بعد سنوات مغيرة لينفضوا غبار الأفكار المتخلفة التي حاولت تنظيم زرعها فتيات تحدينا الفكرة الظلمي لداعش ووضعنا نصب أعينهن تحقيق النجاحات برغم من الظروف الصعبة التي مرت بها مدينتهن الأم الموصل طريق سيدات نادي قرقوش توجن جهدهن الرياضية بتحقيق لقب بطولة الدور العراقي لكرة الطائرة للمرة الرابعة على التوالي قصتهن في سياق تقرير مراسلنا على الرغم من أن النزوح لم يكن خيارهن إلا أن المثابرة والحرص على تحقيق النجاحات كان هدفا نصب أعين فتيات نادي قرقوش الرياضي ثلاث سنوات انقضت على معاناتهن وإصرارهن على البقاء في القمة لم يخفد بريقه عملهن الدؤوب توجب الفوز في بطولة الدوري العراقي لكرة الطائرة للسنة الرابعة على التوالي ملاعب وقاعات وجيم ومقر النادي فكان نصيب بعضها هو التفجير والأذى بعضها أذى جزئي أما الكل فمسروق سرق ونهب وبعض المنشآت تأثرت كثيرا حتى فيها تصدع في الأبنية وندرس حاليا كيفية إعادتها أو هدمها أو شيء من هذا إذن أثر على كل شيء في نادي قرقوش الرياضي إلا الروح الروح بقيت مع أهلها والتي كانت صلب ما أراده داعش أن يؤثر عليه ما أراد أن يؤثر هو الروح المعنوية وروح الإنسان وروح الرياضي في قرقوش بغديد الخراب الذي حل بمؤسسات ناديهن بسبب جرائم داعش لم يكن آيقا أمام طموحات فتيات نادي قرقوش الرياضي فقد وجدنا البديل للتميز وإحراز الانتصارات في لعبة كرة الطائرة على مستوى العراق بعد احتلال داعش لمدينة قرقوش كما هو معروف الأهالي المنطقة نزحة إلى منطقة أقليم كربستان بعد فترة وجهزة استنلونا بإقرامة بطولة العراق للسيدات كما هو معلوم لاعبات النادي كانوا متفرقات قسم اللاعبات في محافظة دهوك وقسم الآخر في محافظة ألبيل وفي مناطق مختلفة اتصلنا باللاعبات وأبدأ استعدادهم للتجمع وإضافة إلى ذلك صعوبة التنقل إذ أن معظم اللاعبات كانوا يسكنوا في مناطق بعيدة كنا نجمعهم في سياراتنا الخاصة أنا ودكتور عدنان قياسا بأندية العراق النسوية في المناطق التي تتمتع بقدر أكبر من الاستقرار فإن الإنجاز الذي حققناه يشكل علامة فارقة في تحدي المصعب والظروف القاسية داعش الذي حاول شل الأنشطة الرياضية النسوية في الموصل إبانا احتلالها لم يفلح في هزيمة روح الإصرار والتحدي لدى هؤلاء الفتيات فهاهن اليوم يحتفلن برفع كأس الفوز في حين أن التنظيم المتطرف يلفظ أنفاسه الأخيرة في العراق ارتفعت حصيلة ضحايا تفجيرين اللدين شهدت مال عاصمة الصومالية مقاديشو إلى 276 قتيلا وأكثر من 300 جريح وأشرت الشرطة إلى أنها ألقت القبضة على مشتبه فيه بزرع المتفجيرات دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التفجيرات الإرهابية الدموية التي وقعت السبت في العاصمة الصومالية مقاديشو وخلفت مئات القتلى والجرحى وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها لهذا العمل الإرهابي ووقوفها وتضامنها مع الحكومة الصومالية لمواجهة العنف والتطرف داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها قتل إسنلون هابلون أحد قادة التمرد وزعين تنظيم داعش في جنوب شرق آسيا والذي أدرجته الولايات المتحدة على قائمة أكثر الإرهابيين المطلوبين في العالم في معارك اليوم في مدينة مراوي بجنوب الفلبين بحسب ما أعلن وزير الدفاع الفلبيني وكانت الولايات المتحدة عرضت مكافأة مالية تبلغ خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيفها بلون وصفة الإرهابي البلغ من العمر 51 عاما بأنه من كبار قادة جماعة أبو سياف التي تتخذ في جنوب الفلبين مقرا لها والتي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية فاصلون قصير ونواصل نشرتنا ابقوا معنا أهلا بكم من جديد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بدء المرحلة الأخيرة من معركة الرقة معقل تنظيم داعش الأبرز سابقا ويأتي هذا الهجوم بعدما نجحت جهود مجلس الرقة المدني ووجهاء وشيوخ محافظة الرقة في إجلاء المدنيين المتبقين من المدينة وضمان استسلام مقاتلي داعش مع عائلتهم أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم أن ثلاثة آلاف مدني خرجوا حتى مساء السبت من الرقة شمال شرق سوريا مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ثلاثمائة مسلح من داعش لا زالوا في المدينة وغدر المدنيون الرقة التي تعد معقل التنظيم المتشدد في سوريا بموجب اتفاق بين مسؤولين محليين ومسلحين من التنظيم أصدرت محكمة جناية وهران الأحد حكما غيابيا بالإعدام بحق القيادي في تنظيم القاعدة مختار بالمختار الملقب بخالد أبو العباس وذلك بتهمة تأسيس وتسير منظمة إرهابية في الجزائر وحيازة واستيراد وتصدير وتسويق أسلحة ودخيرة أحبطت القوات المسلحة المصرية هجمات إرهابية متزامنة على نقاط أمنية في محافظة شمال سيناء مما أسفر عن مقتل أربعة وعشرين مسلحاً وستة جنود وقال بيان للجيش إن القوات نجحت بالتصدي لمحاولة إرهابية فاشلة لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس أسفرت عن مقتل أربعة وعشرين فرد إرهابي وإصابة فرد آخر وتدمير عربتين دفع ربعي تستخدمها العناصر الإرهابية اتهم الرهين الكندي جوشوا بويل الذي تم تحريره من جماعة طالبان أفغانستان أفراد الجماعة الإرهابية بخطف زوجته واقتصابها وإجبارها على الإجهاض خلال فترة الاحتجاز التي سمرت خمس سنوات وذلك في تصريحات أدل فيها بعد أيام من نجاح الجيش الباكستاني في تحريره هو وعائلته قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الأحد إنه لا يجب السماح لإيران لأن تكون كوريا الشمالية المقبلة بإشارة إلى برنامج طهران النووي وأشارت هيلي في تصريحات لقناة NBC إلا أن واشنطن تتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران مضيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد التوصل لرد مناسب لتصرفات طهران على المسرح العالمي عسب ما ذكرت وكالة رويترز قال وزير الخارجية الألماني إنه إذا ألغت واشنطن الاتفاق النووي الإيراني أو فرضت عقوبات جديدة على طهران فإن ذلك قد يزيد من خطر الحرب قرب أوروبا وأضف وزير الخارجية الألماني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث إشارة صعبة وخطيرة عندما كانت الولايات المتحدة تتعامل أيضا مع أزمة كوريا الشمالية النووية شددت بلدية دبي على أهمية الالتزام بتطبيق قرار منع تدخين السجائر الإلكترونية في المراكز التجارية بإمارة دبي وتأكيدا على ذلك نظمت إدارة علاقات المتعاملين والشركاء وإدارة الصحة والسلام في البلدية لقاء عمل مع مجموعة من المراكز التجارية لمناقشة شكوى رواد المراكز من بروز ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية داخل المراكز التجارية بقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل تحت شعار دقائق تساوي سنين جهود نسوية سعودية للتوعية بالسرطان أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت طفل مصاب بالسرطان يتلقى بطاقات معايدة من كل أنحاء العالم طلبت عائلة طفل يدعى بروك تشادويك يبلغ من العمر سبع سنوات ومصاب بالسرطان في مرحلته الأخيرة العالم بإرسال بطاقات معايدة بمناسبة الهالوين لبروك بغية رفع معنوياته وسرعان ما كانت البطاقات والحلوى والصور تتدفق من مختلف البلدان حيث تلقى بروك حتى الآن نحو ألف بطاقة تضمن تمنيات طيبة له بالشفاء صحيفة اليوم السابع المصري عنونت نظام جديد لضبط درجة حرارة المكاتب وفقا لتفضيلات كل شخص ابتكر باحثون في جامعة كونكورديا الكندية نظاما دكيا يمكنه السيطرة على ظروف البيئية في الأماكن المغلقة وتحسين انتجية الفرد واستهلاك الطاقة كما يعمل نظام على تحسين نوعية الهواء ودرجة الحرارة والإضاءة استنادا إلى تفضيلات كل موظف بالمكتب صحيفة الغد الأردنية عنونت تطبيق ينقذ حياة شاب أمريكي قال شاب أمريكي أن ساعة أبل الدكية كانت سببا في إنقاذه من خطر موت وشيك بعد أن نبهته بضرورة الخضوع إلى عناية طبية فورية من جراء أزمة صحية ألمت به ولم يكن يشعر بها وأضاف الشاب إنه مدين بحياته لهذا التطبيق الذي يراقب معدل ضربات القلب باستمرار على مدار اليوم وإلى صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت الكشف عن بقايا معبد لرمسيس الثاني تجحت البعثة المصرية التشيكية في الكشف عن بقايا معبد للملك رمسيس الثاني من عصر الدولة الحديثة وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري في منطقة أبو الصير وقالت البعثة المكلفة بالحفر في المنطقة إن بقايا المعبد المكتشفة تتكون من أساسات من الطوب اللبن وأخيرا مع صحيفة البيان الإماراتية التي عنوانت زايد العطاء تطلق مشروع تجار الخير أطلقت مبادرة زايد العطاء مشروع تجار الخير في بادرة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي لاستقطاب الشباب وتأهيلهم كرواد في الأعمال الاجتماعية وتمكينهم من خدمة المجتمعات تجارا للخير من خلال تبني تأسيس شركات مجتمعية مستدامة في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والإنسانية محليا وعالميا باتت الأردنية شاديا بسيسو أولى رياضية عربية تنضم لمؤسسة المصارع الحرة العالمية الترفيهية WWE لتحطم بذلك معتقدات وتقاليد حضارية وتحولت شاديا من رياضة الجوجيتسو إلى المصارعة الحرة وتحلم بأن تمنح دفعة للمزيد من النساء في العالم العربي لممارسة الرياضة وربما في يوما ما السير على خطى أحد أشهر عمالقة اللعبة جون سينا أينما يكون مكان إقامتك فسوف تكون هناك كل أنواع الآراء حولك لكنني سوف أركز بالقطع على الآراء الإيجابية النساء في الشرق الأوسط يريدنا دخول الرياضة أو فعل ما يرغبنا في فعله وقد وصلت الطموحات الآن حتى السماء نحن نقوم بالعمل وأي شيء يأتي في مرتبة لاحقة المصارعة الحرة لها شعبية هائلة في الشرق الأوسط لكنني أعتقد أن وجود رياضيين من المنطقة في الشرق الأوسط فإن هذا سيغير الأمور أنا من الأردن لكنني أتمنى أن أجد طريقي في يوم من الأيام إلى حلبة مؤسسة المصارع الحرة العالمية الترفيهية سأشعر أن ذاك أنني أمثل الشرق الأوسط منذ ظهور واستخدام الإنترنت بكثافة قبل أكثر من عقدين من الزمان ومسألة مكافحة الأخبار الكاذبة والمزيفة دائما ما تؤرق المهتمين والباحثين ومع الزياد وظهور الشبكات الاجتماعية في الآوينات الأخيرة أصبحت الأخبار الكاذبة والمزيفة تتداول جنبا إلى جنب مع الأخبار الصحيحة وأصبح من الصعب التفريق بينهما خاصة فيما يتعلق ببعض الأحداث التي تلقى قبولا واسعا لدى المتلقين المزيد في سياق التقرير التالي سابقا كان البارود سيد أسلحة الفتك التي أنتجتها البشرية في حروبها واليوم تستفيق البشرية على بارود شبكات التواصل الإلكترونية التي ولدت حربا جديدة وهي الحرب الإلكترونية بمختلف توصيفاتها وتفريعاتها وأهمها حروب مواقع التواصل الاجتماعي خطورة حرب الشاشات وأطراف الأصابع لا تقل شأنا عن تلك الحروب التقليدية فهي تبدأ بالأفراد وتنتهي بالدول وتمر بالجماعات والتنظيمات وتتنافس فيها مجموعات من العابثين سلاحهم الأخبار الكاذبة والشائعات ونشر الفتن والكراهية التطور اللافت في استخدام هذه الخطابات دفع الاتحاد الأوروبي إلى إرسال تحذيرات شديدة اللهجة إلى عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والكيانات التقنية الأبرز على مستوى العالم بشأن خطابات الكراهية والعنصرية التي تتواجد بقوة على العديد من صفحاتهم الرئيس التنفيذي لشركة تويتر تعاهد مؤخرا بأن تبذل الشركة جهودا أكبر في إزالة تغريدات المضايقات الجنسية ورموز الكراهية وجماعات العنف من خدمة الرسائل القصيرة التي تقدمها الشركة مشيرا إلى أن قواعد جديدة ستعلن الأسبوع المقبل على أن تدخل التغييرات حيث التنفيذ في وقت لاحق دراسة حديثة أجريت مؤخرا كشفت أن خطابات الكراهية على الإنترنت تصادف الشباب على وجه الخصوص وجاء في الدراسة أن 94% من مستخدمي الإنترنت من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 عاما و24 عاما صادفوا تعليقات الكراهية على الإنترنت في حين بلغت النسبة بين منهم فوق 60 عاما 49% فقط برعاية وحضور الأمير فيصل بن بندر عبد العزيز أمير الرياض أقيم حفل جمعية زهرة تحت الشعار دقائق تساوي سنين من عمر المرأة وبحضور فاعل من الجهة الحكومية ومشاركة نسوية التقرير التالي والتفاصيل دقائق تسوا سنين هذا هو عنوان الحملة الوطنية التي نظمتها جمعية زهرة لسرطان الثدي بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وبرعاية وحضور من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز حملة أكتوبر اليوم تحمل شعار دقائق تسوا سنين طبعا معناتها أنه دقائق من الفحص المبكر ممكن أن تنقذ حياتك بإذن الله حبينا أن نوصل هذه الرسالة الأكبر شريحة من المجتمع اليوم طبعا هو حفل التدشين حملة أكتوبر الرسمي ولا نحن بدأ من 1 أكتوبر أثناء الحفل ألقت الأميرة عفا الفيصل رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة كلمة أشارت فيها إلى الحملة التي تستمر إلى نهاية شهر أكتوبر الحالي تهدف إلى أهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي وتوعية السيدات مما يسهم في رفع نسبة الشفاء بإذن الله إن السر نجاحنا هو تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني خدماتنا كثيرة منها من مساندة المريضات اللي هي مثلا زي برنامج سفيرات زهرة مساندة المريضات فورة في الكيماوي وبعد العملية هم مجموعة من المتطوعات متدربات يقومون بزيارة المريضة فورة في الكيماوي عندنا الحين في الرياض 40 متطوعة وإن شاء الله راح نحاول نبدأ في الأحسى وفي مدينة جدة إن شاء الله كما ألقت الأمير البندري بن عبد الرحمن الفيصل المدير العام لمؤسسة الملك خالد الخيرية كلمة ثمنت فيها جهود جمية زهرة في نشر الوعي في المجتمع مشيرة إلى أن مؤسسة الملك خالد تدعم هذه الأعمال الخيرية وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة الرياض الرعاة والداعمين للجمعية وتسلم هديات ذكارية بهذه المناسبة وجهد على توقيع عدد من الاتفاقيات للجمعية يرى المراقبون ارتفاعا إيجابيا وملحوظا في وعي السيدات بشكل عام عن أهمية الفحص المبكر ومدى مساهمته في نجاح العلاج شف الله كل مصابة بهذا المرض وحفظ الله الجميع أظهرت دراسة حديثة نتائج مخيفة عن كمية الجراثيم التي يحتويها المطبخ والتي يزيد عددها بألاف المرات عن عدد الجراثيم والبكتيريا الموجودة في المراحيض تفاصيل أوفى مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن عبير عبد الله هل فكرت يوما في كم الجراثيم الموجودة في مطبخك؟ تعد جراثيم المطبخ من الجراثيم التي يصعب علينا منع انتشارها ويزيد عددها عن تلك الموجودة في المراحيض وتتواجد في أماكن متعددة في المطبخ ومن أهمها أولاً الإسفنجة المستخدمة في تنظيف الأواني تضم أكثر من عشرة ملايين بكتيريا في البوسة المربعة ويجب استبدال الإسفنجة باستمرار والتخلص منها خارج البيت ويوصل خبراء بوضع الإسفنجة وهي رطبة داخل المايكرويف لمدة دقيقتين يومياً أو بغليها في الماء لمدة تتراوح بين دقيقتين وخمس دقائق يومياً ثانياً حوض غسيل الأطباق تتراكم البكتيريا في حوض المطبخ أكثر من المرحاض فالحوض بيئة ممتازة لنمو تلك الأنواع من البكتيريا نتيجة لتوفر الرطوبة دائماً كما تتغذى البكتيريا على بقايا الأطعمة الموجودة على الأطباق المتسخة لذلك يجب تنظيف حوض المطبخ باستخدام منتجات مطهرة مصنوعة خصيصاً للمطابخ ويمكن استخدام الخل وعصير الليمون للقضاء على بعض أنواع البكتيريا ثالثاً مناشف المطبخ يجب استخدام منشفة معقمة وجافة لتجفيف اليد وأخرى لتجفيف الأطباق رابعاً طاولات المطبخ طاولات المطبخ تميل إلى أن تكون أكثر تلوثاً كونها قريبة من منطقة الحوض كما تقوم ربة المنزل بمسحها دائماً باستخدام فوط المطبخ الرطبة أو إسفنجة المطبخ الملوثة لذلك يجب على ربة المنزل تعقيم طاولة المطبخ بالسوائل ومسحها بالمناديل الورقية لأنها سريعة لامتصاص الرطوبة والبكتيريا ومن ثم يتم التخلص منها سريعاً أفادت دراسة حديثة بأن نحو 25 مليون مريض واحد من كل عشرة منهم أطفال يموتون سنوياً جراء ألم حاد يمكن تفاديه باستخدام أدوية المورفين الطبية زهيدة السعر ويمثل هذا الرقم نحو نصف الوفيات على مستوى العالم سنوياً حسب ما قال فريق البحث في دورية لانسة الطبية محضرين من أزمة ألم عالمية وتعيش الأغلبية العظمى ممن لا يستطيعون الحصول على مسكنات للألم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل توصلت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أوكسفرد البريطانية إلى أن منح الموظفين رواتب عالية له تأثير إيجابي ملحوظ على صحتهم النفسية والعقلية بشكل يمثل تأثير الأدوية المضادة للاكتئاب أو يفوقها وذلك لأنهم لا يتعرضون لضغوط حياتية ترتبط بانخفاض الدخل أو الضائقة المالية التي قد تلم بهم قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين بغداد تعلن سيطرة على مناطق واسعة في كاركوك وأربيل تنفي مقتل زعيم تنظيم داعش في الفلبين أحد أخطر المطلوبين في العالم أول مصارعة عربية تنضم لمؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته نلقاكم بعد أقل من نصف ساعة في مجدد الأخبار إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر